استقبال المرتدين خطأ فادح في إعلان لجماعة مكناس يثير موجة سخرية أثار خطأ فادح في إعلان نشرة جماعة مكناس لعموم الساكنة بتوقيع رئيسها حول موعد افتتاح المسبح البلدي الحبول خلال موسم الصيفي الحالي 2024 موجة سخرية كبيرة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجاء في الإعلان المذكور وأن المصالح الجماعية اتخذت جميع التدابير والترتيبات لاستقبال المرتدين في أحسن الظروف وذلك بتنسيق مع السلطة المحلية فكان سقوط الألف من لفظة المرتدين خطأ فادحا حول الكلمة إلى وصف خطير فالمرتدين هم الخارجون عن الإسلام وهو ما أثار تساؤلات عدد من المعلقين عن أسباب ذلك هل هي راجعة إلى الضعف اللغوي عند مسؤولي الجماعة وموظفها وذلك أيضا بسبب الأسلوب الركيك الذي كتب به الإعلان كله أم أن آليات الرقابة كما أنها لا تعمل في العديد من المجالات فإنها مغيبة أيضا في مراقبة إعلانات وكتابات الجماعة كما أن هناك من توجه للجماعة بهذه المناسبة بالسؤال عن حجم الخدمات التي تقدمها للساكن المكناسية أبو جابر رحلة تيفي